اشتركوا في القناة واثرها الخطير على السلم العالمي من بين الأمور التي تحدث للأسف الشديد تتمثل أساسا في هذا التهجم الذي يأتي من بعض الأطراف على مقدسات لدى بعض الشعوب وخاصة المقدسات الدينية وأخطر ما صار يجري هو هذا الاستهداف الممنهج في بعض الدوائر الغربية للمقدسات الإسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا أشياء أخرى مثل ما يجري في بعض بؤر الصراع مثل ما يجري في القدس وغيرها الحقيقة التي يجب أن يفهمها الناس أن المقدسات لا يجب المساس بها ممكن أن أمور تحدث مناقشات في إطار حوار حوار ثقافي حوار سلمي تبادل الخبرات بين الشعوب والأمم لكن أن يأتي الأمر إلى مثل ما يجري من رسوم المسيئة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أمر آخر من عمليات حرق المصحف من بعض متطرفي الغرب مثل ما حدث في السويد وما إلى ذلك من هذه الأمور أعتقد بأن هذا هو أولاً فيه تعد على مشاعر وخصوصية أكثر من مليار ونصف مسلم في العالم ثانياً أنه سلوك غير حضاري فالتعامل مع كتاب أو مع شخص متوفي سواء كان رسول في نظرنا كمسلمين أو أنك تراه غير ذلك أعتقد بأن هذا أيضاً سلوك غير حضاري بالمرة فأي إنسان توفي فقد أفضى إلى ما قدم وإذا ترك فكر أو ترك منهج أو ترك شيء آخر يجب التعامل معه وفق رقي حضاري على أساس موروث فكري معين يحترم ومقدس عند شعوب أخرى وأمم ودول وأنت إذا كان تراه غير مقدس لك على الأقل يجب أن تحترم الآخرين عظمة الإسلام كيف أعطى لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي قوانين تحافظ على وجودهم أعراضهم أنفسهم أموالهم دماؤهم دينهم أيضاً ويمارس تدينهم وفق القوانين وفق القوانين محددة يعني كيف أعطى أيضاً لأهل الذمة كثير من الحقوق ووضع عليهم الكثير من الواجبات التي تحفظ إنسانية نذكر في هذا السياق آية قرآنية تعتبر من أعظم الآيات في السلوك الحضاري بين الشعوب والأمم وهذا الأمر موجه إلى المسلمين حيث قال وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ يعني معناها احترم مقدسات الآخرين ما تسبهم في دينهم ولا في حياتهم ولا تتطاول عليهم ولا أي شيء قد يصل بهم الحال إلى أن يتهجموا على مقدساتك وأكبر هذه المقدسات هو الله سبحانه وتعالى شوف السلوك والقيمة الحضرين غير أنه يأتي بعض المتطرفين الذين تبلغ بهم السفالة والنذالة والسفاهة والبلاها والتفاهة إلى حد أنهم يوصل يأخذ مصحف ويحرقوا كي يعبر عن موقف سياسي في الغرب ضد الإسلام على أساس أنه لديه مناهضة للإرهاب ولا أي شيء من هذا القبيل كأن الإسلام هو الإرهاب رغم أن الإسلام لا يوجد دين حمل السلم والأمن والرحمة للبشرية مثل الدين الإسلامي فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين شوف ولو كنت فضا غليظا القلب لنفض من حولك شوف وكان خلقه القرآن وكان الأمين الصادق الأمين قبل البعثة وقال إنما بعثت له يتمم مكارم الأخلاق يعني كثير من النصو ستوحي إلى أن هذا الدين عظيم وأن التطرف هو ظاهرة عبر البشرية لو الروح الأي ديانة أنشأتها البشرية عبر التاريخ تجد المعتدلين فيها وتجد أيضا المتطرفين انظر إلى تاريخ الغرب وتاريخ الحملات الصليبية وما حدث في أمريكا من إبادة للزنوج والهنود الحمر وما إلى ذلك من هذه الأمور التي لم تحدث في العالم الإسلامي لذلك أنا نقول لكم بأن هذا السلوك يجب أن ننظره وخليني من الجانب الفردي في ظل تصاعد موجة التطرف واليمين المتطرف في الغرب وظهر ذلك جليا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية حيث شوفوا وصلت مارين لوبان النسبة التي بدأت تتحقق فيها هذه المرة الثانية تصل إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وجاوزت نسبة المصوتين لها 40% من الهيئة الناخبة وقبل ذلك كان ولدها في منافسة مع جاك شيراك أيضا وصلت دور الثاني ولكنه لم يحقق هذه النتيجة التي بدأت تتصاعد والتي تؤشر على أمر خطير للغاية يتمثل أساسا في تصاعد نزعة اليمين المتطرف في الغرب واليمين المتطرف أراه ما شوي تصاعد ظاهرة الإسلام وفوبيا وكثير من الأمور ونفس أيضا حتى في الدول العربية والإسلامية هناك تطرف من نوع آخر نجد تنظيمات مارسة ما يندله الجبين بحق الدول العربية وبحق المسلمين وبحق أبناء جلدتهم يعني كان ضحايا هذه التنظيمات الإرهابية هم أكثر من ضحاياهم هم المسلمين يعني هم اللي عانوا منهم خلينا من البعد السياسي في هذه المسألة والأجهزة واللي تقف وراء تغذية هذه الروح من أجل تحقيق مصالح حيث ما سرنا وين يكون النفط والغاز نجد الجماعات والتنظيمات الإرهابية فضلا عن الدور الإيراني في هذه المسألة وما إلى ذلك لكن خلينا نتكلم بمنطق دولي من المفروض الآن على المجتمع الدولي في ظل تصاعد المساس بالمقدسات نحن لا نشاهد مسلمين لا يسبوا الأنبياء يعني ولا يسبوا عيسى ولا يسبوا موسى ولا يسبوا لأنهم أنبياء وأي مساس بهم يعتبر خروج من الملة في الإسلام هذا واضح في حين أن النزعة الأخرى في الغرب تتماهى وتتصاعد بالمساس إلى المقدسات ونجد أيضا هناك شيء ظاهر أيضا في المجتمعات العربية والمسلمة هناك سب الذات الإلهية لو تدخل إلى بعض الشوارع ولا أذكر الدول في بعض الدول تسمع ما يندله الجبين من تطاول على الذات الإلهية وأيضا حتى تطاول على الرسول عليه الصلاة والسلام كشفتها شبكات التواصل الاجتماعي لذلك يجب أن هذا في دول مجرم ولكن على المستوى الدولي يجب أن يجرم يجب أن يجرم المساس بالمقدسات حتى كون يكون بوذي يعبد بوذة ما جي أنت تسبله الإله الذي يعبده أنت لماذا تسب شيء لا تؤمن به كمسلم ولكن هو أيضا يسب في الرسول عليه الصلاة والسلام ويتطاول عليه وهو ما يؤمنش به ولكن هو نكاية في الذين آمنوا به هذا الأمر الله يحرض على الكراهية يصنع كراهية يساعد على انتشار الإرهاب يصنع تنظيمات وأيضا يساعد على صدام صدام ماهوش حضاري أنا ضد نظريت الصدام الحضاري لأنه عمر الحضارة ما فيها صدام صدام الحضارة فيها نقاش ما فيها حتى جدال فيها نقاش فيها تبادل تبادل الأفكار فيها تبادل الخبرات والعدات والتقاليد فيها الحوار بين الثقافات المختلفة من أجل التسامح ومن أجل العيش في ظل أمن وفي ظل سلام وليس في ظل حروب وصراعات وكرهية غالبا ما تؤدي إلى مستنقعات يدفع ثمنها البشر العالم من المفروض الآن نحن رأنا في قرون تطورت فيها الحياة البشرية تطورت فيها القوانين الدولية من المفروض أن كل شيء يحض على الكراهية يجب أن يواجه بالقانون لذلك على دول الغرب أن تشرع قوانين من أجل الحفاظ على أمنها القوانين وأذكر في هذا السياق أن في المناظرة التي جمعت إيمانويل ماكرون مع لوبان عندما تحدثت عن دعوتها لأنها تجرم الحجاب وأنها تعمل قوانين أن يمنع منع بات لبس الحجاب في الأماكن العامة حدثه وقالها أنت تريدين صناعة حرب أهلية في فرنسا شوف هذه المناهضة لأشياء هذه اللي هي مقدسة عند الناس المسلمين والمسلمين الرهم بالملايين في فرنسا شوف تخويف على هذا الأمر لأن الوصول إلى مثل هذه المواضيع الحساسة التي تدخل في إطار سلوك شخصي تحفظه القوانين امرأة تريد لبس حجاب هي حرة في هذا القوانين الغربية ولكن أنها تحولها إلى ظاهرة كأنها فرنسا فقط في حاجة لمشروع مناهضة الحجاب كأن الناس الانساء اللي يلبسوا الحجابات في فرنسا رهم أثروا عن اقتصاد وأذروا بمصالح فرنسا وأنهم يمسوا الهوية الفرنسية وما إلى ذلك وصار الأمر يختزل في هذا في هذا هو دليل أيضا على إفلاس اليمين المتطرف الذي لا يملك مشاريع لحلول أزمات تعاني منها الدول بقدر ما يملك مثل هذه التي تلعب على عواطف ناس صارت عندهم كرهية تجاه الآخرين صارت هناك نوع من العنصرية تتعلق بالانتماء تتعلق بالعرق تتعلق بالدين وما إلى ذلك من هذه الأمور المساس بالمقدسات وبهذه الطريقة الفضل صار يشكل خطر على السلم العالم فبقدر ما كي الناس عقلاء في كل الشعوب والأمم هناك ناس غير عقلاء وشفنا ما حدث في فرنسا عندما رسمت مجلة فرنسية صور مسيئة إلى الرسول الكريم طلعوا ناس عملوا عملية استعراضية في قلب باريس وتم قتل ناس وهناك أيضا مدرس تم ذبح بطريقة همجية وبطريقة بشعة بغض النظر على ما حدث في الأشياء الأخرى بخص الرسومات التي مرفوضة ومرفوضة ولكن يجب أن تواجه بالقوانين لذلك أنا أدعو الدول العربية والإسلامية من هذا المقام أن تتحرك على مستوى دولي من أجل شرعنة وتشريع قوانين تجرم المساس بالرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا وبالقرآن الكريم عبر هذه الجرائب سواء الرسوم مسئة سواء مؤلفات تمس تمس حياته الشخصية تمس ذاته أو أنه بالنسبة للقرآن الكريم معليش لو أنه جاءوا كمحاضرين ناقشوا القرآن الكريم وحاولوا يقولوا ما يريدون في القرآن الكريم من غير سب أو شتب أو حرق كما يجري أعتقد بأنه هذا الإسلام لا يحرمه القرآن الكريم جاء مفتوح لكل البشرية وعبر العصور وهناك من قالوا ما قالوا وخرجت كثير من الأفكار ووصلوا حتى قالوا أن القرآن مخلوق كما حدث مع المعتزلة في زمن الإمام أحمد بن حنبل وراحت كل هذه الأفكار وانقذت وما عاد لها ذكر بين البشر وهذا طبيعي لكتاب تكفل الله بحفظه وجاء للبشرية والبشرية تتطور والعقول تتبدل وتتغير ولكن الكتاب بقى ثابت وتحدى كل العصير وواجهها وبقي راسخا في أذهان وقلوب الناس ولا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو تحدي قائم إلى قيام الساعة أعتقد بأنه يجب التحرك في هذا الإطار حتى الدول الغربية أنك تجي دولة يعيش فيها ملايين المسلمين ويأتي واحد متطرف يروح يحرق القرآن الكريم هذا رهو تطاول ومساس وطعن في مجتمع يشكل شريحة واسعة من الدولة يجي واحد يروح يمس مقدسات شريحة من المجتمع هذه راهي تعتبر جريمة يجب أن يعاقب عليها أعتقد بأن العالم الآن محتاج وفي أمس الحاجة في ظل هذا هذه التطورات الدولية الخطيرة والتحولات والمتغيرات التي تجري محتاج إلى قوانين صارمة تحارب الكرهية تحارب العنصرية تحافظ على سيادة الشعوب وسيادة الدول وتحافظ أيضا على حرمة مقدسات الآخرين وإن لم يحدث هذا أعتقد بأن هذا سيساعد المتطرفين من كل الشعوب ومن كل الديانات على التقدم وصناعة أدوات أخرى تحث على كرهية أخطر بكثير والكرهية دائما هي وقود لحروب ومستنقعات وفتن غالبا ما تدمر الدول المساس بالمقدسات يجب أن يعالج وفق القانون الدولي ويجب أن شرعن ميثاق أو قانون جديد توافق عليه كل الدول وبعد ذلك يتحول هذا الميثاق إلى قوانين على مستوى الدول الداخلية حيث يحضر المساس بالمقدسات أي كان أو الاستهزاء بها أو السخرية منها أما مناقشتها في إطار تنوع ثقافي وديني وفكري وأعتقد بأن هذا غير مرفوض ولا يمكن أن لا يحدث لأن طبع البشر مناقشة أفكار بعضهم البعض وتناظر فيما بين بعضهم البعض ولكن وفق مقاربة تحفظ أمن الجميع وحقوق الجميع وأيضا تؤكد على واجبات الجميع تجاه بعضهم بعض نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر